ما بين قهر جبايات ميليشيا الحثي الانقلابية وجحيم ألغامها توزعت معاناة سكان مدينة الحديدة وزادت من ظروفهم المعيشية سوءا في كل مكان الظروف السيئة التي أورثتها الميليشيا بانقلابها لسكان المدينة ترتب عليها تراجع كبير في نشاط الميناء الذي كان المصدر الأساسي لعمل الكثير من السكان كما تسببت الألغام المزروعة وسط المزارع والطرقات إلى جانب ارتفاع أسعار الديزل في تراجع الانتاج الزراعي بشكل كبير غير مسبوق مصدر أكاديمي في الحديدة قال إن إعادة تموضع القوات المستركة في جنوبي المحافظة كشف عن حجم الكارثة التي خلفتها الميليشيات بزراعة ألاف الألغام طوال الثلاث سنوات الماضية فتحولت المدينة إلى مصيدة من الألغام والخنادق ووفق تقارير أممية فإن مديرية حيس تعد أكثر المديريات المنكوبة بحقول وشبكات الألغام وذكرت التقارير أن ما يقرب من 120 ضحية من المدنيين سقطوا في الحديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي تلك المأساة رفقها سعي محموم لجمع الجبايات حيث رفعت الميليشيات أسعار استهلاك الكهرباء الكيلو وات من 12 ريال إلى 250 ريال وهي أسعار يصعب على معظم سكان المدينة دفعها إضافة إلى تفاكم أزمة الوقود جراء ارتفاع أسعارها إلى الضعف وتحكم مشرفو الإنقلاب بتوزيع الغاز المنزلي على السكان بواقع إصطوانة واحدة كل 6 أسابيع ووفق ما يقوله السكان فإن صفيحة البترول عبوات 20 لتر بلغ سعرها أكثر من 30 ألف ريال في السوق السوداء التي تديرها الميليشيات في ظل أزمة خانقة وإغلاق معظم محطات شركة النفط العكومية واقتصار عملها على تزويد مقاتلي وقادة الميليشيات بالوقود وبحسب السكان منحت الميليشيات تجارها حق بيء خدمة الكهرباء بأسعار خيالية في ظل ترد الأوضاع المعيشية للسكان وانعدام فرص العمل بعد أن تحولت الموانئ من مصدر داخل إلى مواقع للمسلحين ومصدر أموال لقيادة الميليشيات والعاملين معها فقط ترجمة نانسي قنقر